إذا كان الكافتة علم الدرس فقلتلكوا قضية الأهلي لازالت مفتوحة ودفعوا عن حقه اللي حصل معاه في نهاية دور الأبطال لازال مفتوح عشان كده كان هناك كلام كثير في الغربال وآخرة لعب العيال لعب العيال ده تعبير مش بتاعنا ده تعبير للمسؤول الأول عن تنظيم الإعلام في مصر الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر هاله وأغضبه كل ما حدث مع الأهلي من تفاصيل في مباراة الوداد فكان له مدخلة في قناة صدى البلد نسمعها ونعلم المهزلة اللي حصلت بالنسبة للنادي الأهلي النادي الأهلي كان بيؤدي مهمة قومية فلقينا لعبة أشبه بألعاب الأطفال الجواب استخبى الجواب لا بأيال يعني مش ناس كبيرة وعقلة اللي تتصرف التصرف أنا أفهم إيه بقى لو في جرأة أو شجاعة بحجم الخطأ يكون الاعتذار يخرج رئيس الاتحادي يقول يا جماعة إحنا أخطأنا وهنتدرك هذا الخطأ اللابة التلات ورقات دي ما تنفعش ده فيه رأي عام متيقص ورأي عام فاهم من الكورة أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا يعني عندي تسعة وتسعين مليون من الناس فاهمين الكورة وفاهمين الخطط والتيكتيك ومين بيلعب ده مصريا وعالميا فيجب أن أتعامل مع الرأي العام بقدر من الاحترام أحترم زكاؤه إنما أخرج أقول له لا أصل بعتنا الجواب ما بعتناش الجواب أصل الجواب كان مستخدام لا 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 وبعدين إيه بقى تبصت لهم بينقضوا بعض بينقضوا بعض ده بينقض ثالثا أو يقول التصريح ويرجع يكذبه يعني مش معقول كده يا جماعة يعني سأز كرم ورئيس المجلس الأعلى تنظيم الإعلام بيقول رأيه وهو ده يعني الجملة هي اللي لازم يتوقف عندها الحقيقة احترموا الرأي العام ما تتصورش أنكم أسكى منه ده اللي أنا قلته المرة اللي فاتت يعني الغابة هو من يتصور أنه أسكى من الجميع فيتعامل على هذا النحو فإذا كنتوا عايزين تدفنوا حاجة ما بتدفنش بالمكابرة بتدفن أعطى الخصومات بتتحلل الناس بتروح شيء كفانة بتخلص لأن العفو بس مقابل إيه نكتب تدي الناس الشعور بأن هايوة ده أنتوا عندوكوا حق أنه ما المكابرة ويقول لك أسلي سهو سهو إيه سهو كابتن حازم هو السهو أنك تبع الجواب ناقص بند ولا بندين ما فيش سهو بقى السهو لو الجواب ما تبعتش أو تبعت ما تأخر لكن الجواب تبعت متأخر وختزل منه أهم مواضيع وبعدين ترتب عليه أصار إحنا عايشين لحد النهاردة يعني أبينو سيري القضية مش هنستفيد منها إلا أن المستقبلا مش هتتكرر إذا كان حيستفد من هذا الأمر فالحقيقة يعني الكلام اللي قاله أستاذ كرم جبر مع الأستاذ خالد ميري في برنامج كلمة السر في صد البلد أيوة وطمعنا بقى كمان يتم جميله وعنده هذه الصلاحية وعنده يعني بإذن الله يكون الرغبة في هذا الأمر مش معقولة أن إحنا نشوف إساءات من إعلاميين سيبك من الجماهير إنما من إعلاميين ليه قيادات فقندية وبعدين ولا أكن حصل منهم أي شيء يعني هو دي النقطة عشان ما تسيبش الناس تخلص طرها من بعض فأتمنى يعني أنا موصوط أنه هو يعني وصفها كده ما نقدرش إحنا نوصفها زيه لأنه ممكن يعني إحنا يتقلنا إزاي تقوله كده لكن والله هو أصفها زي ما إحنا حسنها عشان كده مجلس إدارة النادي في اجتماعه الأخير استعرض هذا الأمر الخاص برد الوزارة وقرار أو بيان لجنة التحقيقات وقال مجلس إدارة النادي الآلي أنه قد استعرض في اجتماعه السبت الماضي البيان الصادر عن اللجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب وريادة والتي ضمت بعض السادة المستشارين من عضاء الهيئات القضائية لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهية لدور الأبطال وما ترتب على ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه وحسم البيان أن المسئولية تقع كاملة على الاتحاد المصري للكرة القدم لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة النادي الآلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به وعليه بيقول مجلس الإدارة وبعد أن كشف البيان وبشكل قاطع عن كافة الملابسات بمنتهى الشفافية وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري في المستقبل ينتظر النادي الأهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الإختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية والإعلان رسميا عن محاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب الكاف والذي ترتب عليه إهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي وطمألة المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة وفي ذات السياق كلف مجلس الإدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات هو طبعاً يعني فكرة إن لجنة الشكاوى من عدم الشفافية والفساد ده اسمها اللي يخض فلما تطع تقول لأ كان فيه عدم شفافية ومن ثم فساد وبعدين فولو ستوب طيب وبعدين انت لجنة من الوزارة اللي هي تراقب أداء الاتحادات كان يجب أن يكون فيه توجيه مباشر للاتحاد سلمونا المسؤول عن هذه الجريمة سلموا للرأي العام هنما اعتباراً الأمر يخص النادي الآلي ويخص الجمعية العمومية ده في شأن تاني محدش طالب أنك تحل الاتحاد محدش طالب هذا الكلام لكن في نفس الوقت مش معناها أنه إحنا قابلين أنك تطرمخ أن الموضوع يعاد كده وليأ ويتطلع لك الاتحاد لسانه ويدي تكليف للشخص اللي حدفوا عليه المسؤولية بأنه ديس أهم ملفين اللي حلبتدي بيهم الموسم جديد طب من أين تأتي الثقة